ياسمين عبدالعزيز تكشف عن أزمتها الصحية وتروي تفاصيل مفاجئة في لقاء مثير ومؤثر مع الفنانة إسعاد يونس على قناة دي ام سي كشفت النجمة الشهيرة ياسمين عبدالعزيز عن تجربتها الصعبة خلال أزمتها الصحية الأخيرة مشيرة إلى أن هذه الأزمة جعلتها تقترب أكثر من الله بدأت ياسمين بالحديث عن سبب دخولها المستشفى حيث كانت تخطط للحمل ولكنها وقعت في خطأ غير متوقع وفيما بعد كانت مضطرة للبقاء في السرير لمدة تصل إلى أربعة أشهر خضعت خلالها لست عمليات جراحية أربع منها في مصر واثنتين خارجها تعترف ياسمين بأن هذه الفترة كانت من أصعب اللحظات في حياتها ولكنها أشادت بقوة الإرادة والصبر الذي أعطتها القوة لتحمل هذا التحدي الكبير وفي وقت الضعف لمست ياسمين دعما هائلا من جمهورها ما جعلها تشعر بالامتنان لتلك اللحظات الصعبة التي جمعتها بجمهورها وختمت ياسمين حديثها بالتأكيد على أنها تعتبر هذه التجربة بمثابة درس قيم في حياتها مؤكدة على أن الثقة بالله والصبر هما الأساس الذي ساعدها على تجاوز كل التحديات التي واجهتها